في سائل فيديو سأدم لكم مقدمة سريعة عن مولد البيانات المالية في بلتس ريبورت فلنفتح نموذج بلتس ريبورت تغرير يسمى GLA Financial Statement Generator هياه القالو الافتراضي عندما نقوم بتشغيل التغرير للقالب الافتراضي يفتح ورقة إكسل فارغة نستطيع من خلالها إنشاء تصميم بياننا المالي والآن لاتستجتيش سنورة قنية المستخدمة في تترير البليتس لأنه في التغرير التغليدية يتم توليد كامل ملف الإكسل في الخادم ولكن هنا مختلف الطريقة إذ يفتح ملف إكسل يدعم المايكرو بصيغة إكسل اسم والذي يتصال بالخادم ويحتوي أيضا على أيقونات إضافية في القائمة هنا لأنها يسمى هذه الأيقونات الموجودة في القائمة حتى إنشاء الدول في إكسل لكن على سبيل المسال استرجاع كل جيم الحسابات نستخدم هاي الوظيفة لإكتشافها ليسترجاع قيم الحسابات من الخادم وبعدها يمكننا إنشاء قائمة بقيم الفترات المالية واختيار فترة لينجي اليناير 2008 وبعدين نقدر نمدد الفترة الزمانية لإن إحنا ما بنريدش نشوف فترة واحدة بس إحنا عايزين نشوف السنة كلها يلا نمدها على قنب بداش بعد خلينا فعل الخط عريضة من ثبت الصف الأول زد سطر العنوان العلوي والآن شنا يمكننا استرجاع أرصداتنا إذن عندنا هنا من الجانب الأيسر الحسابات الحسابات الرئيسية والحسابات الفرعية وهنا عندنا الفترات المالية والآن نرغب في رؤية الأرصدة يمكننا الضغط على هذه الوظيفة للأرصدة وهتصار لنا نافذة نتمكن من خلالها اختيار المعايير مثلا اسم الفترة اللي نريده من هذا الخلية في إكسل ويجب أن يكون دائما في الصف الأول لذا يجب علينا إضافة علامة الدولار ولنقل اسم الشركة في هذه الحالة سنثبته على زره هون في هذه نتآن الشالسين سمتعين القيمة بشكل ثابت إلى سبت وان ويمكننا اختيار الحساب من هنا دائما دويس من العمود الأول والآن لدي أن يتم تحميل الأرصدة حسنا عندنا رصيدنا الآن خخينا ننسخ الدالة إلى جميع الخلايا ونعدل الحجم ونقوم بتعديث البيانات الآن تقنية العمل تختلف عن تكارير بلايتس التقليدية لأنه هناك الآن اتصال بالخادم يمر بجميع خلايا الأكسل هاتسي ويعدها هذا قمت شوش عندنا 6 وفين وعاية وشرين خلية أكسل نحتاج فيها إلى استرداد الأرصدة والآن تتقن بلايتسين الخادم بتعمس الأرصدة من الإي بي اس واستعادتها إلى ملف الأكسل بس نيش هنا عندنا نتائجنا يتشوفوا أنه عندنا العديد من الصفوف الفارغة اللي ما تحتوي على أي حركات في عام 2000 دا عندنا إمكانية إزالة القيم الصفرية مثل هذا في هذا الجدول الإلكتروني يمكننا تحليل بشكل أعمق فمثلا ماذا لدينا لدينا إجمالي الإرادات هنا على سبيل المثال فلنول إننا نودن شو إجمالي الإرادات من مبيعات العتاد لنقصينا 18 من شري 6 مليون في يونيو ووكي الضغط مرتين على أحد سجلات الرصيد وبعدها بيتنفتح النافذة لنفذ إلى المستوى الأولي الخاص بالرصيد ونستطيع النفاذ أعمق فعندنا كل هذه المجموعات المختلفة من الأكواد ومن ثم يمكننا الانتقال إلى مستوى الدفتر اليومي هذه كلها الدفتر اليومية عندي لانكو ومترون عندنا فواتير البيع والأرصيد القابلة للتحصيل والعنش اللي نقم بالتحليل التفصيلي أكثر هذه يمكننا اختيار صفوف معينة ومن ثم نذهب إلى أدق مستوى وهو مستوى المعاملات الفرعية وتنفذ هذه التفاصيل عبر تقارير بلتس في الخلفية فالتقرير هو نفسه تحليل الحساب العام في هذه الحالة ولديك أيضا القدرة على إنشاء قوالب ومن ثم اختيار الأعمدة اللي ترغب في رؤيتها إذن نفس المرونة اللي تتمتع بها مع تقارير بلتس يمكن تطبيقها هنا العامدة القادمة من واحدة الأستاذ العام بحيث عندنا شرائح البيانات الموصولة ومبالغ الخطوط وهين عندنا شرائح السجل الخاص بنا ومن ثم عندنا المبالغ المبالغ المدخلة المبالغ المحاسبة وأبعد إلى اليمين عندنا بيانات المعاملات بيانات على مستوى العملية ابتداء من عمود رقم العملية هنا كل شيء أبعد إلى اليمين يأتي من الدفاة الفرعية هنا عندنا المصدر هو يدخل التلبيات وعدنا رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة ومبالغ الفاتورة وهكذا رقم فاتورة تواريخ الفاتورة مبالغ الفاتورة وهكذا إلى اليمين أكثر عندنا رقم أمر البيع ثم أسماء مندوب المبيعات قواعد الفاتورة وأيضا أرقام العملاء وأسمائهم وعناوينهم وفي نهاية السطر عندنا رابط شعبي عند النقر عليه يفتح العملية في أوراكل مرة أخرى بإمكاننا الآن فتح النموذج مرة أخرى تلك العملية اللي عندنا مفتوحة في ملف الإكسل أنتم مش رأي أن هذه هي الفاتورة مع فاتورتنا بيع الاعتاد هنا إذن هذا هو وظيفة التفصيل والجدول اللي أنشأته اللي تساوي هنا بسيط نسبيا ولكن إذا كنت معتادا على استخدام إكسل يمكنك استخدام أي وظائف يمكنك الطرح وأساسا أي وظائف قياسية في إكسل ويمكنك أن تصمم تخطيطك الخاص فلأريكم مثالا في دايكن الأولب الافتراضي فتسمنا أنت رفع مثال هنا في بيان الملخص الخاص بي ممكنك إذن بعض تخطيطك لتواتس الخاصة في إكسل بعد الانتهاء من التخطيط يمكنك رفعها إلى الخادم حتى يتمكن المستخدمون الآخرون من استخدامها يمكنك أيضا احتفاظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا أردت ثم يمكنك رفعها في المرة القادمة بإمكانك إعادة الاتصال من جهاز اللابتوب الخاص بك ثم تحميل البيانات وتحديث القيم هنا لدينا مثال أكثر تعقيدا كمثال عن هامش الربح الإجمالي وهو حق المحسوب من الإرادات مطروحا منه تكلفة البيع فعمليا بإمكانك أن تنشأ بياناتك المالية الخاصة بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر